السلام عليكم لبنات سلام حبيباتي وشراكم مشاركة تكونوا كامل بألف خير مرحبا بكم معايا في هاد الفيديو الجديدة اللي جبت لكم فيها وصفات بنينة وصفاتنا حين نحتاجوها للسهارات الرمضانية بينهم هاد المقروط هاد هحنعطيكم كل اسرار النجاح فيه خطوة بخطوة اليوم نعملوها بطريقة اقتصادية عملناه بالغرس ولا بالتمر هحنعطيكم السر ليخليه الطريق الداخل شوفوا النتيجة اللي راه هنا امامكم راح يكون معسل حتى للقلب نشوفوا مع بعض الوصفة ومقبل ما نشوفوا كل التفاصيل نصلوا وسلموا مع بعض الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام هنا البنات عندي كمية تعل غرس انا كنت راح يتتمر في الدار هكدا باش يجي تاني ابنين دلتلو مغرفة كبيرة تع سمن زلتلو مغرفة صغيرة تعقرفة وستلو تاني شوية تعما زهر وعجنتهم مليح 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 هكدا التمر هذا راح يجينا الطريق الداخل دوكا البنات نخلطو سميت دينا نحتاجو البنات هنايا ثلاثة كيلات تع سميت تع المقروط هدك الحرش نزيدو عليه نص كيلاتا عفارينة ولا ثلاثة مغرفة كبار فارينة نزيدو مغرفة صغيرة تع الملح المقروط كي يعني لازم منذوق تع الملح يجي شوية باين فيها راح يجي بنيل نخلطو مليح هديك المواد الناشفة ونزيدو دوكا الليدام دينا بالنسبة اللي دام نحتاجو البنات كيلة مواع أندوة اعطاني واحد ذوقي البنات في هاد المقروط كشغل تقول درتو بالزبدة وجام ما شاء الله وعطاني قوام هايل بزاف بزاف نعمرو كيلة مواندوام الاحسن يعني ندوبوها اما في ميكواند ولا في كاسرونة واسمن لازم يكون دايب وبارد البنات نكملو هادك الكيلة دينا بالزيت كي ماشتو معايا ونبسو هاد المقروط نبسوه مليح مليح انا ما درتش لفاني لانو عندي مزهر ديالي يعني لوقو ديالو هاي القاطع وانتو ما تقدروا تزيدو شوية على فاني ولا ممكن تستغنو عليها هادي تبقى خطوة اختيارية بعد ما تبسس هادك سميد مليح مليح اهنا يكي مكتوفو عندي كيلة مواندوة تاع السوائل هاديك الكيلة تاع السوائل اللي بناتشوفو تبعوا معايا مليح وش فيها فيها بايات تحبت بيض فيها شوية مزهر وفيها المم خلطهم كامل مليح مع بعض وزيتهم ضربة واحدة على هادك الدقيق ونبعد شوفو شاني ندير لبنات راني نطمبرك هنا ما نعجنش نطمبرك هال هادك السميد هاكدا ونخليه يرتاح هاد الخطوة هادي لبنات تخلي ولا نحي نعطوه وقت له هادك الحبة تاع الدقيق كيتشرب هادك السوائل راي رايحات تنفخ راح يزيت شوية الحجم ديالها وهدا هو الشي اللي يخلي المقروط ديالنا مرمل الداخل ويجي مفروز الداخل ما يجيش معجن ما القريدرنا في هالفارينا البنات ميصدقوني هادي من بين احسن واروع وانجح الوصافات لمن استغناش عليها في المقروط هاكدا تاع المقلاة سواء مقروط ولا نقدر نديرو بها مامل مقيرط اهنا يا شوفو هادك التمر دو كان شكلو حريبشات اذا كان ديرو مقيرط ديرو حريبشات رقاق ويلا كان ديرو هاكدا مقروط كي ما درت انا يا خشنوهم شوية يعني كي ما قوت لكم هادا التمر رحيتو في الدار يعني يراو الطري يراو ما شاء الله عاوت وليت لهادك السميد شوفو لقيتو راه تشرب هادك السوائل نعاودو نفتحو هاكدا بيدنا البنات غير بالاصابع كي ما قوت لكم ما نعجنوش المقروط عمرو ما يتعجن دو كان نبدا ونشكلو في المقروط ديانا كي ما علا بلكم المقروط البنات يتشكل حربوش بحربوش هاكدا باش ما يتجيناش معجن خديت هنا يا غي سيبيان واحد اخر ناخدو كمية ونبدا ودو كان طمو فيها هنا يا بالمزهر حتى نتحصلو على عجينة ما لازمش تكون جارية بزاف وما لازمش تكون طرية بزاف ولا يابسة بزاف عفوا اللي انو اذا كانت جارية المقروط رح يجيكم يابس واذا كان ناشفة بزاف رح يقدر يتفتح لكم في المقلة دونك القوام هنا يتعلى عاجينة ما يابس ما تري هنا يا اذا كان مثلا دلته شوية جاري تقدروا تزيدو مسميد هادك لي في الجفنان رح دايما يسلككم طميتو بلا منعجنوه دايما نديرو حفرة في الواسط كي ما كتشوفو الفيديو ويعبر لكم على الطريقة نغلقو على هادك تمر نحاولو نجيبوه في الوسط هادك الحربوش تاعت تمر هاكدا باش كي نقسمو الحبة تع المقروط ديانا يجينا في الوسط نرشو دايما نشوية سميد في مكان العامل ونروليو الحربوش ديانا هادك السميد اللي نزيدوه في مكان العامل اللي بنات رح يخلي الحبة تع المقروط ديانا تباني مبسة وتباني مرملة من الفوق يعني لا ما يعني حتى نفتحوه الداخل ونشكلو هنا يا للمقروط ديانا نقطعوه تحبو اللي تكيلوه ولا بكين طوابع تع المقروط تكيلو بهم ولا ديرو ددوه في كل الحبة هنا يا نحاولو نوقفو الحبة تع المقروط ديانا بالكوبات هاكدا باش جينا الحبة وقفة ونحاولو تاني نخلوها جينا بومبي من الفوق ظلا بعد ما كملت شكلتو كامل دو كان نروحو نقليوه المقروط اللي بنات من الاحسن نقليوه في حاجة تكون غامقة من الاحسن تكون هاكدا كسرونا باش يعني ما تديناش كمية كبيرة تعزد وليانو لازم الزيت تغطي المقروط ونبعد نديرو آنيسة هاكدا نحطو شوية عجينا باش نتأكدو انو الزيت ديانا راهي سخنت لبنات هنا بالنسبة للقليان ما لازمش تاني النار تكون قاوية بزاف المقروط ديلكم راح تمتمي تحمر ويبقى لكم خضر الداخل ما يطيب الكومش ونبعد ما مع الوقت دا درتو خاصة كمية كبيرة راح يتصوف الداخل وثاني ما لازمش يكون ناقص بزاف باش المقروط ما يطورش داخل المقلة وييبس لكم مباشرة غير يعني بعد ما ياخدت حميران نرميوها مباشرة في العسل هو سخم انا هنا العسلة زيت لها شوية ما ازهر باش تخفاف شوية برك باش المقروط تمتم يتشرب لي هذيك العسلة وتوصل هذيك العسلة للقلب تاع الحبة تاع المقروط انا اليوم ما درتو البنات غير بالتمر وانتم ما تقدو تديروه باللوز يعني واللي حبيتو باللوز والعقدة كامل هذيك تاع اللوز اكتبو برك في اليوتيوب مقروط المقلة كويزين ساميرا ديزاد وراح توصل لكم ولا تخرج لكم الوصفة بالتفصيل ودايمن هاكدا البنات المقروط رانا نقليو ورانا نعسلو كي تكون كمية راهي في المقلة راهي تتقلى عدنا دايمن كمية راهي في العسل من نحيوهاش حتى توجدنا الكمية الاخرى لازم نخليوه على الاقل واحد سبع دقايق في هذيك العسلة هاكدا باش يتشرب لنا بيان العسل هاداك اهنا يا بعد ما كملت قليت كامل هذك المقروط وخليتو يتعسل رجعت لو بلوندو تخافاي اللي هنا اكو تعرفوا المقروط فيه تمرميدة ولي دام وكامل وش نقول لكم دلت لو رغيوة هنستعملت لبنة لوغاش اكوشته معايا لوغاش هذا الديقغيسان شفوش حال يرغون ما شاء الله ريحتو ريحت تشينا ويقضي على الدهون يعني يعني فسوأ هكدا في البلوندو تخافاي ولا في الفوق ولا بلا يعني ما يأثر على الاسطح لانا حابين انقوها يعني نقدروا نستعمله في القوزينة بكل امان مم على الريحت او ما شي هذيك الريحة القاسحة وعلى بالي بزاف منكم را هم تجربوه ويدا كان حبيتو تطلبوه البنات ملقيتوش فليسوبيا غاتو كامل عني دايما نخلي لكم ماليان هادا واسمو في البيت راح من خلال وكيد دخلو فاداك لوليان احتعمرو الاستمارة باي منتوج راكم حبينو ويجيبوه لكم وين ما كنتو حتى باب المنزل والدفع راح يكون عند الاستيلا هنا استكملت تاني نقيت لابلاك تاني باش نحي كامل هاداك القليان والزيت راكو تعرفو تاني يجوز كامل رغيوه كانت ترشلي مام لافايان ساني بشوية عزيت دونك مقبل ما تتراكم علي الاوساخ ونخلو ليدا معلى ليدا ما كنتعرفو بعد ما تولينا كاريتا دونك هاكدا سيختو كنتستعملو الزيوتي والقليانوغا من الاحسن هاكدا نقى ولا بلاك ديانا ولا لفوق ديانا سيوك بلاس هاكدا باش نتفادو التراكم هاداك تاعدوهن قم بعد هنا غير بشيفونا ديالي نقيت كامل هاداك الرغاوي كامل نحيتهم في كل مرة كنت نشلها وكنت نمسح حتى كملت كامل يعني نحيت كامل البقايا تاعل ديغريسان تاعلوغاج وكنتشوفوا معايا يعني النتيجة والباريق يعني وش نقولكم لا من الريحة ولا من الباريق سواء تاعلو بلوندو تخافاي بزاف اخاوات عندهم هادا الخامة ولا هادا القرانيت لك حل يقولك يجينا شاهب دونك لوغاج هادا حيعطيكم هاداك الباريق ليتحوسوا عليه ويمد الباريق والنظافة كما كنتشوفوا معايا البنات للفورن للا بلاك وللا اوت ويقضي على كامل الدوهن وما عندوش اثار جانبية كما قلت لكم يعني ما وش حيك حلكم مثلا هادوك الرئيسان تاعلو 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 بلاك ولا مثلا يحيي حرق في اليدين ننسحكم به البنات ان شاء الله تلقاوه وتجربوه عملتم بعدها زي تغسلتم معناتي كامل وباش نقضي على الريحات على القليان في الدار وكامل وشياط هاداك ووقع استعملت ديزودوريزون تاعلو غاج تاني فحفحت به كامل الحالة هاكده باش نقضي على كامل هادوك الروائح لي كانو تمه في الدار تعالقليان وكلش وفالاخر بعدها درت فيها لي فنجلتها لاتاي مع هاداك المقروض مع سلطان الميدا كما كنتشوفوا وسلطان الحلوية الجزائرية المقروض ما يخطيناش في الصهارات الرمضانية ما يخطيناش تاني في الاعياد في المناسبات يعني احسن مرافق لاتاي مرافق يعني بنينو هاي كما كنتشوفوا معايا كيفاش يجي لداخل هاداك التمر كما كنتك بما اني رحيتو في الدار جا روعة روعة جا يدوب صدقوني في اليد قبل ما يوصل للفم الوصفات لي ننصحكم تحتفظوا بها خاصة المبتدئات لي عندهم مشاكل مع المقروض هاد الوصفة غير هاد هي اللي راي رايحة تسلكك من المقروض اللي بنات ونقلكم شاهدكم في الصحة شاهدكم في الجنة هني رايحة نديكم معايا في جولة عنا هربودو كامل كوزينة شوية مشغلو كامل اه نروحوا مع بعض الحاميزة كولا بلكم تموين كاين المحلات كامل تعالي الكترومي ناجي وهنا ح حبيت نشارك معاكم هاد الجولة في المحل تعميسي الكترومي ناجي المحل هدا يعني صراحة انا نفرح بزاف بالتعامل مع هاد المحل لانه محل تعثيقة تع элем كونفيانس لانه على بالي ممكن جب اي منتج من عندهم ونشاركوا معاكمم لاني على بالي يعني باللي المنتج هادك اولا رح يكون مليح ثانيا ربما تلقى وعف ساديفه في المنتج ولا على باللي باللي رح تكون هناك متابعة واستمرارية مش كие ميديرو شي عباد يغلقو تليفون ميرجعوش على الناس. اه يعني كما قلت لكم نفرح بزاف بالتعامل مع المحل تعمل سيليك تخو ميناجي. جيت للمحل هنا في الحامس كما قلت لكم. اه وش نقول لكم المحل الله يبارك ما شاء الله اول حاجة النظافة. اه نشكرهم تاني على حسن الاستقبال. اه الترتيب المحل كما كتشوفو خياتي السلعة كامل راهي محطوطة بطريقة يعني كيت تدخلي تشوفي كل شكل حاجة راهي بين الله يبارك. هادا الاصبيغاتو اللي مدور هاداك البنات اللي يمشي في الدار واحده راهو عندو تاني. المهم البنات عندهم غير لاماك غير لوريجينال. ويعني ماشي كاين حاجة واحدة اخرين كما يقولو تعالى شين مي بخوم يشوى ونوعية جيدة. لبيتخان الله يبارك كما راكو تشوفو اللي خصاة دانك ببيتخان. اه جاميع انواع تعلبيتخان العاديين غير تعلاجين دبلو كخوشي راه متوفر يعني كامل انواع تعلبيتخان حتى هاداك الكيتشن اد تاني راهو كاين. اه يعني تلاح تلقاو غير قلب الحبه هنا في المحل تا مي سي إلكتروني ناجي. هادو ما لاسيغي تا تيفال وتا عسان جاغ تانية عجبوني بزاف بزاف. اه كاسرونات ومقلات سيختو تا عسان جاغ هادو. اه عجبوني راهو في خاطرية هادو ما لازم نولي عندهم ان شاء الله. لاسيغي تا تيفال كنتو شتوها معايا. اه دونك هادو ما الرحاية بزاف اخاواتهم يحوسو. شوفو راهو متوفرين عنده مي سي إلكتروني ناجي. وفيهم عدة احجام. ليزا سبيغاتور اللي فوق اللي بنات تا تلمسان تاني هامليك الله يبارك بزاف شابين. راهو متوفرين فيهم عدة احجام. ليزا سبيغاتور من البيسل من البوش من الروونتا. كامل كامل لي مارك راهي متوفرة. اه ليف خيتوس تاني كامل يعني كامل وشفتو معايا ملي مارك قارنا متوفرين. وفي نفس الوقت كان دي مارك واحد اخرين كيما موليناكس كيما تيفال. اه كامل كامل ادواق راهي كاينة هنا عند مي سي إلكتروني ناجي. الحاجة المليحة في المحل اللي بنات انه يدير التوصيل. يعني اذا كان شفتي هنا حاجة في المحل هناك تشوفيها هنا قدامك. ولا اشتها في لابا اشتحهم متاع فيسبوك ولا انستاغرام. لاني رايح نخلي لكم لليان تحهم في صندوق الوصف. يعني رايح يديروا التوصيل لكامل ولايات الوطن وين ما كنتم. شوفوا هادلي كافيت يار دي لانجي. هادو ما يرحيو القهوة. وان مام طان يعصرها. وواحد اه حطها بزاف بزاف. وليغوبو. المهم يعني كي ما قلت لكم ما كاش حاجة ما تلقوهاش في المحل. تعميسي إلكتروني ناجيم. ليغوبو. ليأشواغ. والعاديد العاديد من الانواع اللي بنات ما نقدش نوصفهم لكم. ان شاء الله تتدربوا دورة عندهم من المحل في الحامز. دونك مام هاكدا ليقدرو يتنقلوا من الاحسن. هاكدا كوراح ينتوفروا على نفسكم ثامن تاع التوصيل. وبيسير بمناسبة اليوم العالمي المرأة لويمارس. راح يكونوا بزاف تخفيضات هنا عندهم. دونك نسحكم تدربوا طلا عندهم. راح باش تسفادوا من اللي بخوموسيون. وتخفيضات اللي ما راحين يديروها. على بعض المنتاجات هنا يا. وكي ما قلت لكم اللي ما راحين يتنقلوا. راهم راحين ينقصوا عليهم الثامن. هادي هي. وطبعا ما كاش كي ما حاجة تشوفيها قدامك. يفتح لكم الكارتونات. شوفوا. يمكن تجربوا الحاجة ما. هاكدا يعني كي ما يقولوا تشرو بالضامن وبالآمن تشرو مرتاح. كي ما قلت لكم كل حاجة متوفرة لبانينوز. هادي الكنود اللي تعلي عجين راهي إليك تخيك. آآ كل حاجة راهي متوفرة لبنات. انا هنا لبنات راح تباش نجيب هاد الالة هادي. اللي ترحي اللو حوم وكامل. آآ باسكو كانت عندي واحدة آآ فسدتلي. آآ لازمني واحدة اخرى. نحتاجها بزاف في رمضان. نستعملها باش نرحي فيها للحم. ونستعملها تاني باش نرحي فيها التمر باش ندير الغرس. كي ما اشتو هادك الغرس لبنات اللي درت به المقرط كنت رحيتو في هاد الالة هادي. هاي اللي كنايا يعني ميسي اللي كتخو ميناجين صحني بيها. لا ماركة لكسيكال آآ ماركة ألمانية. هذا الدليل المستخدم ديالها اللي فيها كامل الشرح المفصل بالعادد من اللغات بما فيهم اللغة العربية. هادي البنات بالنسبة للسعر ديالها دارت مليون وستمئة وخمسين آلف. والتوصيل راهو مجاني وين ما كنتم. ثم تاني اذا كنتوا حبينها. راح يجيبوها لكم حتى ب هاي اللي كتبنات قلت نشاركها معاكم باش تشوفوها مليح كيفاش جاية. راه يعني راكول اغتحها بزاف شابة. الينوكس بلون وغ. هنالفوق فيها دو بوتون. مجيها وين نشعلو. يعني تمشي عادي. وفيها هادك وين جيها تاع الاغ باش نعودوك شغل نرجعوها ما شغي اغ. يعني راح تدور للعكس. هادو هما اللي زاكسي سواغ ديالها. فيها هادي اللي ترحيل الحم. فيها ثلاثة تاع الديسك هادو ما. دونك فيها هادك الرقيق. فيها المتوس وفيها اللخشين. هادي يعني باش نرحيلو بها اللوحوم. ونديرو بها ثاني لبنات الكبة السورية بهاد الالة. لاني رايح نشاركها معاكم. حتشوفو البنات جيب بزاف هايلة وسهلة فيها. فوالا. دونك نحلو هادك ندورو هادك الفيسليا وتكوتي هاكدا. ونحطوها بهاد الشكل. دونك هاد هي طريقة تاع التركيب ديالها. ومبعد يعني نرحيلو فيها وش رانا حابين سواء اللوحوم ولا التمر كيما قوت لكم. المليح في هادي انها ترحي شحم ترحي مام الجلدة. يعني مش كما يكون عدنا اشواغ برك هاكدا. هادي ترحي كلش. قوت لكم تاني فيها اللي تدير المرقز وفيها اللي تخدم الكبة هي هادي هنا اللي جي مدورة. فوالا. باش نخدمو الكبة البنات شوفو كيفاش نديرو. نحيو هادو كل اللام نحيوهم. نحطو هاد العفسة اللي جي اون بلاستيك البيضاء. نحطوهم هاكدا في زوج. ونغلقو. ونخدمو بها الكبة. اما اذا كنا حابين نخدمو المرقز. نحطو هادك الحالازون هادك اللي جي لداخل. نزيدو هادك الم الموس. ونحطوهم بعدها هادوك اللي ديسك اللي جوا متقوبين. سواء لخشين ولا رقيق. وبعد نرميوهم من الفوق الحم اللي يكون بينسوهم دوزا. نخلط بلبصل له كامل. ويعني راح يخرج لنا المرقز واجد. يعني فيها البنات اللي شوفو كان هنا عندي شوية تمر. كان شوية بس ما حبوش ياكلو. غسلتو نقيتو ملاح ملاح نحيت له كامل هادك العظم. وخدمت به هالغرس هادك شوفو يعني جاو وش نقول لكم واحد المقروط بهاد التمر هذا. اللي راهو كيما قلت لكم صنع منزلي جا من اروع ما يكن. شوفو جا روعة 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 وجا طري. يعني التمر كان يابس مي كي جو وستو فيها ولا طري. ما فورتو ما والو. جا روعة روعة روعة. زلتو كي ماشتو معايا شوية اسمن شوية قرفة شوية مزهر. وجا ما شاء الله. مام يعني اللي يحبو هكذا يديروا مشاريع مثلا يحبو هكذا يعني يستثمرو. يخدمو هكذا التمر ويبيعوه واجد. يعني بالزفح لواجيات يحتاجو هكذا التمر واجد. يعني راح يكون مشروع بزف هايل. انا دلت بها الالة هادي الكبة لاني رايح نشاركها معاكم هنايا. ضوك بالنسبة للمقادير ديالها شوفو نحتاجو زوج كيسان تاع البرغل ليكون هادك الرقيق هادك ضروري يكون هادك الرقيق. راني رايحين نشمخوه لبنات بزوج كيسان تاع ما يكون سخون. هاكذا نخلي وهي تشمخ شوية لحوالي هاكذا كربع ساعة الى نص ساعة. هادك الوقت انايا هنا عندي كمية تاع الحمد تاع البقري. راني رايحة نرحيها في الاشواق. بش آآ ندير بها لافاقص تاع هاد الكبة هادي. فوالا را كوشتوا معايا هادك الحم كيفاش ترحها الله الله. نحيت منو كمية صغيرة برك. نحتاجوها انباد. والكمية الاخرى نحين نطيبوها كيما قدتكم بش نديرو بها لافاقص تاع الكبة. هنا في مقلاح حطيت شوية زيت حطيت شوية سمن الواليمة. حطيت حبة بصل تكون كبيرة آآ رحيتها في الاشواق. درت عليها شوية تعملح. ونقلي هاد البصل حتي دبال شوية. ونبعدا نرميو عليه هادك الحم. لي آآ رحينا. ونزيدو نخليوها تتقلة. طبعا كين بزاف وصافات وكين يعني بزاف كل واحد كيفاش يديرها. انا حاوت نجيب لكم اسهل وصفة. والوصفة اللي برينا كامل. آآ درت عليها البنات التوابل على هادك اللحم. درنا الملح شوية تاع قرفة. إلا كان عندكم توابل تاع سبع بهارات تقدروا تديروها. إلا ما كاش نديرو شوية تاع فلفل كحل وشوية تاع راس الحانود. وعدنا شوية تاع القرفة. آآ ونقليوها هادك الحم حتى ينشف كامل من السوائل. لازم هادك لها فخص كون ناش فان بنات. هنا وليت لهذاك البرغل شوفو. يوليك شوية كيمة الطعام. رح يتشرب كامل هادوك السوائل. انفتتو هاكدا باليد. زدت علي شوية تاع ملح. فلفل لكحل. عندي العكري. عندي شوية تعكمون. وعندي شوية تعقرفة. وشوية تعراس الحانود. كيمة اقود لكم. انتوما لي عندها سبع بهارات على كل حلام يتباعوا واجدين. تقدروا تستعملهم ديروهم غير فا صغيرة منهم. نخل كامل ملح هاكدا. مع هادك البرغل انا حي نزيدو حبه بصلمة وسطه في الحجم. نوجدوها هاكدا نقطعوها الى شرائح. وبعدها نجوزو هاد الخالد تاع البرغل في هاد الالة هادي اللي ترحيلها. نجوزو هاكدا نديرو شوية بشوية. وبعد نعبزو من الفوق بهذاك البوسواغ هاكدايا. وراه يخرج لنا. يعني هنا هاد الطريقة هادي تخلينا تخلي الكبة ديانا ناجحة. وما تخليهاش تفتح في المقلة. وشنو البنات لازم نجوزوها لازج مرات. نجوزوها كامل المرة الاولى. وبعدها نشكلوهم كشغل الحرابش لانو بعد ما تخرج منها كشغل نحين نقدروا نطموها. هنا شوفو شكلتها كشغل حريبشات هاكدا. وراني نعاود نجوز فيها المرة التانية. وكي نجوزوها المرة التانية شوف كيفش تخرج. تقولوا سباكيتي راي رايحة تعاود تطرة. حطيت هاديك الكمية في الجفنة. زيت عليها البنات مغير فاتع ماي زينة. زوج مغارف تاع السميد. وزيت شوية هادك الحم اللي خليته. ونعجنها مليح مليح حتى تنطم وتندمج كل المكونات مع بعضها البعض. الماي زينة البنات من اسرار يعني اللي نديروها هنا في الكبة باش تمدلها القرمشة يعني تجي قرمشة وتجي شده روحة وكي ما قد كم تاني سميد تحت هو يعاونها باش ما تتفتحش. المهم البنات نعجنوها حتى كن نقولوا نحسوا بلي ما فيهاش تشقوقت هاد الخالط هادا. واذا كنحسينها بزاف نشفة نقدروا نزيدوا لها شوية تعلمات. ولا نعجنو. المهمة عجينة تكون متماسكة ما تكون شطرية بزاف. ومبعد شكلت العجينة هادك ديالي على شكل هاكدا حريبشت باش يجوني سهلين شوفو باش نحطوهم داخل الالة هادي. ونجوزتهم وبكنت بلاسيت هادوك اللي زاكسي سوا. دي نخدمو بهم الكبة. ووالا شوفو نحطو العجين ديالنا من فوق شوفو كيفاش تخرجوا مننا. تخرجوا منك شغل هاكدا اقمع فارغين الداخل. هادي تعاوننا بزاف باش نشكلو الكبة هادي بطريقة سهلة. هاوليك هادك الحم المرحي ولا لا. فرص لبنات لازم الحم رح يكون بارد. زلتلو شوية جوز لح يطينا قرمشة هايلة لهاد الكبة هادي. ومبعد فالا شوفو هنا بكل سهولة نغلقو الجيها. دايمن نشمخو يدينا ولا صبعتنا في شوية تعمة. ونشكلوهم. ما رح يعاوننا بزاف زاف التشكيل. ما ميدا كان شوفنا مثلا تشقوقات في العاجينة ندخلو بركدنا في شوية على الماء وفانا نغطيوهم. رام راحين يقولو كامل ما يبانوش هادوك التشقوقات. ونشكلوها كما كتشوفو يعني الكبة كيفاش تجي. جيبوان تشوف لي دو كوتي وتجيبوان بي في الوسط هاكدا بهاد الشكل هادا. يعني صدقوني الالة هادي عاملية بل بزاف. يعني ترحي الحم كي ماشتوا معايا ما شاء الله. آآ ترحي التمر تاني روعة. وثاني كي ماشتوا نقدر نستغلوها هاكدا. حتى باش نديرو بيها الكبة هادي. ونقدرون تاني نخدمو بيها حتى المرقاز خاصا مثلا في العيد الكبير وكامل وين يكون عندنا متوفرين هادو كل المسارين والحم يكون بزيادة. بعد ما شكلتهم كامل وش نقولكم تم تم شكلتهم عاونتني بزاف هاديك الالة. آآ قليتهم حتى هما نقليوهم في كمية عزيت تكون بزاف. يعني لازم كي نرميوهم داخل الزيت لازم يتغطاو. هاكدا باش يتقل لون ملح ملح. وهدك البرغولي طيب بيها. وياخدو هاد التحميرة الدهابية. هادو لازم يكونوا محمرين هاكدا بهاد الشكل هادا. ونقطروهم في آآ باب صعبة. يعني هاوليك الشكل ديرهم كي ما كشتو. الوصفة ناجحة لبنات آآ اعطيتلكم مش حمل حاجة هاكدا تعاونكم باش ميتفتحوا لكمش في المقلة. وراكوا تشوفوا يعني كي ما حطيتهم كي ما خرجتهم. ما ما تفتحوا ما تشقوا ما يعني ما خرجت هاديك لافاقس ما والو. وبقاو محافظين على الشكل اديا لهم. جو تان يشهو. اهنا اسمعوا معايا البنات القرمشة اعلموا باشر. هادك المغرفة تاع الماي زينا ليدرنا ها احططينا قرمشة بزاف هايلة. اهنا نقسم لكم الحبة باش تشوفوا. هامليك يعني يجو مقرمشين على برا والداخل بهادك لافاقس والقرمشة تاع الجوز يعني من اطيب ما يكون. كياني ما ميزدو في لافاقس شوية ما عدنو سم قطة عرقيق. المهمة نعطيت لكم الوصفة على طريق سي. وان شاء الله تكون نالت اعجابكم. وان شاء الله تجربوها. ونقدروا يعني حتى في شهر رمضان الكريم نستعملوها كمملاحات تاني. اه نقدروا هكذا نرفقوها مع دي سوس مع مايوناز مع صلصة تومية. راح تجي من اروع ما يكون. كانت هذه هي لافيديو تاع النهار اليوم يا حبيبة قلبي. ان شاء الله تكونوا استفدتوا معايا. ان شاء الله نكونوا بدلنا شوية تاني. ونقلكم في الاخر شاهدكم في الصحة شاهدكم في الجنة. ما تنسونيش بجامل لافيديو. نقلكم تهلا في صحتكم. احبكم في الله. نتلاقوا في فيديو واحد اخر. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم في امان الله.